الإمارات تغدر بالسعودية وتنصف مشاورات الرياض في صنعاء اليوم وهذا ما حدث تفاصيل عاجلة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وسعت الإمارات هوة الخلافات بينها والمملكة العربية السعودية وسددت للرياض طعنة غادرة جديدة بنسبها مشاورات الرياض الجارية بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن السلام والقضية الجنوبية وتفجير قنبلتين على طاولتها رفضا لتسوية المطروحة للقضية الجنوبية وما يتلتب عليها من فقدان أبوظوي مكاسبها العسكرية والاقتصادية المتحققة لها طوال سنوات الحرب في جنوب البلاد جاء هذا بإعازها للمجلس الانتقالي الجنوبي التابع لها بإصدار بيان فجر اليوم ينزف تصريحات رئيسه عيد الروس الزبيل الإيجابية بشأن السلام في اليمن والقضية الجنوبية التي أدلى بها في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية وتمأن فيها ولأول مرة أبناء شعبنا اليمني بشكل عام وشعب الجنوب على وجه الخصوص بأن خارطة الطريق التي تقودها السعودية ستحل كل المشاكل وعمدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي برئاسة القائمة بأعمال الزبيدي رئيس المجلس العمومي للمجلس أحمد بن بريك إلى إظهار الزبيدي غير مخول بإبرام أي اتفاق يخص القضية الجنوبية وأعلن رفضها تخصيص إطاراً تفاوضياً خاص بها في إطار المفاوضات السياسية الشاملة للسلام في اليمن المرتقى بانطلاقها برعاية المملكة العربية السعودية أقبت توقيع اتفاق خطة السلام الشاملة في اليمن وأصرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فجرة ثلاثاء بياناً يعلن تراجع عن التفاهمات المبرمى مع رئيس المجلس الزبيدي وتصريحاته الإيجابية ويؤكد أن الجنوب لا يسعى للانفصال بل لاستعادة دولته المغتصبة كاملة سيادة وهو هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن يتراجع عنه تحت أي ضارف أنحل دولتين هو طريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة